وتبرئة معلم دين ودين إسلامي وطلابه في قضية منشورات نازية على الواتساب في فيينا يعني هنا طبعا في صورة من المحاكمة وقت البراءة يعني بنشوف المدرس وطلابه قاعدين لكن هنا طبعا المعلم أنكر مسؤوليته وقال يعني أنه ما عندوش إدراك بوسائل التواصل الاجتماعي وما عندوش فعلا ما بيفهمش قوي في الحاجات دي والأطفال قالوا أنه ما يعرفوش إيه اللي ينفع وإيه اللي ما ينفعش وده فعلا يعني المثير في الموضوع هنا أن الطلاب قالوا أن ما كانوش يعرفوا إيه اللي تعني الصور دي الصور اللي طبعا نشروها على الواتساب واحد طبعا أطلوف بيقدي التحية ودي يعني أثارت غضب القاضي نعم نعم يعني أطفال موجودين هنا ومولودين هنا وما يعرفوش إيه اللي ينفع وإيه اللي ما ينفعش إيه اللي يعني النمسا تعتبره تبوه بالنسبة لها فعلا يعني علامة تعجب علامة الاستفاهم نعم 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 يعني بصراحة ريم ما رح ندخل كتير بالتفاصيل هذا الخبر ولكن هذا الخبر بصراحة شيء معيب جدا شيء يعني قصة فاضي قصة تافهو قصة يعني إعادة اختراع قضية من اللا قضية من اللا قضية يعني هو ما في شيء ما في شيء أصلا عم ييجي عم ييجي ويخترعوا هذا الموضوع تبريئة معلم دي طبعا حيتبره يعني على الرسالة على الواتساب وكذا يعني وأنه شيء عم يحكيه كيف تسربت الرسالة وعلى أي أساس تسربت ولماذا صارت هذه المحكمة وليش هذه التكاليف التي دفعت ونخط محامين وما بعرف شو وآخر شيء طلعت قصة فاضي وما طلع من أمرش يعني بصراحة هاي حالة استعراض استعراض رخيصة مع الأسف الشديد يعني حصلت في المحاكم النمساوية صراحة ما إلى أي قيمة ريم ما إلى أي قيمة وعلى قولت المصريين بتقولوا أنتم ملهاش أي ولا تلاتين لازمة يعني بصراحة فمضي على الوقت وأيضا يعني للتناغم والتوافق مع الحالة الإسرائيلية حالة من المبالغة بالدفاع عن النازية وعن الضنازية عفوا هذا الأمور يعني بصراحة فيها شيء من المبالغة وأنا برأيي موضوع كان يعني أيضا يجب على النمسا أن تعيد أن تعيد يعني خلينا نقول طبعا نحن ضد النازية وضد من ينادي بالنازية ولا بعيح من الأحوال ولكن يعني حساسيتها يعني شكرا لك الحساسية المبالغة بصراحة وهي قضايا يعني صراحة أعتقد يجب إعادة يعني دراسة بعض الأمور وأن لا تصل إلى القضايا يعني توصل عند المدعي عند المدعي الآن خلاص بيقفلها خلاص يعني إذا فيه شيء معين ممكن يرسله بيان تأديبي معين للشخص وخلاص وانتهى الأمر أما توصل لمحاكم وتزابة هذه الطريقة وطلعوا براءة آخر شيء تفضل يعني مين الاستفاد مين الاستفاد بهذا العملية يعني مين الاستفاد يعني مثل بقولوا طلعوا طلعوا بسواد الوجه يعني بصراحة المحكمة إلى ذلك نعم ترجمة نانسي قنقر